طريقة فتح حساب بنكي مجانا بدون مصاريف او حد ادنى الشمول المالي 2021 ازاي تقدر تفتح حساب بنكي مجانا بدون اي مصاريف ايه هو الشمول المالي ايه هي البنوك المشاركة في مبادرة الشمول المالي افتح حساب توفير ولا حساب جاري ايه الفرق اصلا ما بين الحساب الجاري وحساب التوفير ايه الاوراق المطلوبة لفتح الحساب ايه افضل بنك استرم عليه ارباحي من النت او من اليوتيوب او ارباح ادسنس عموما ازاي يقدر استرين فلوسي الموجودة في البيبال على حساب البنكي ايه اللي اطلبه من الموظف بعد فتح الحساب ده كله ان شاء الله هنتعرف عليه في حلقة النهاردة بتفصيل فخليك معايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اهلا بيك الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن الشمول المالي وازاي تقدر تفتح حساب بنكي بدون مصاريف ادارية او حد ادنى لفتح الحساب الفترة دي من 1 تمانية لحد 15 تمانية من 1 اغسطس لحد 15 اغسطس متاح ليك فيها ان انت تفتح حساب بنكي بدون اي مصاريف ادارية وبدون حد ادنى لفتح الحساب يعني ممكن تروح البنك وتفتح حساب بالبطاقة الشخصية بس من غير ما توضع في الحساب بتاعك اي فلوس دي فترة بتتم كل سنة تقريبا بتبقى لمدة اسبوعين اسمها الشمول المالي والشمول المالي دي مبادرة بيعملها البنك المركزي وبيشارك فيها عدد من البنوك المصرية وانا هنا في الفيديو بتكلم عن البنوك المصرية لو انت بتشوفني من دولة تانية هل عندكم مبادرة الشمول المالي دي ولا لا ولو ما عندكش فكرة عنها اسأل عنها لربما تكون محتاج ان انت تفتح حساب بنكي من غير مصاريف ادارية ومن غير حد ادنى لفتح الحساب وغالبا هنه يكون في بلدك عندك المبادرة دي ايه بقى البنوك المشاركة في مبادرة الشمول المالي بنك مصر البنك الاهلي بنك القاهرة بنك الاسكندرية البنك العرب الافريقي بنك التجاري الدولي اللي هو بنك سي اي بي بنك الاسكان والتعمير بنك التنمية الصناعية بنك كيو ان بي انا شخصيا واحد من الناس فتحت حساب بنكي السنة اللي فاتت في نفس التوقيت تقريبا حساب بنكي في بنك مصر حساب توفير في بنك مصر في فترة الشمول المالي وكان مجاني تماما ما اضطرتش ادفع اي مصاريف ادارية وما كنتش مضطر احط اي مبالغ في حساب البنكي لما فتحت الحساب ورد جدا ان انت تروح اي بنك وتقول له انا عايز افتح حساب واستفيد من مبادرة الشمول المالي وما يكونش عنده خلفية عنها او ما عندهش فكرة عنها فانت تقول له اسأل عشان يتأكد وبعد ما يتأكد ان في مغادرة فعلا يفتح لك الحساب بدون مصاريف للحساب وبدون ما يطلب منك مبلغ معين تحطه في الحساب بتاعك طيب دلوقتي عنوها الحساب اللي انا هفتحه هفتح حساب جاري ولا حساب توفير طيب ايه الفرق ما بين الحساب الجاري وحساب التوفير الاتنين تقريبا فيهم نفس الخصائص ونفس المميزات لكن ليهم فرقين جوهريين الفرق الاولاني بالنسبة لحساب التوفير حساب التوفير بيطلع معه بطاقة اسمها بطاقة الخصم الفوري بطاقة الخصم الفوري دي اللي بتقدر تسحب بها الفلوس الموجودة في حسابك البنكي من مكينات الصراف الآلي وتقدر تعمل بها مشترات من عنت لكن بقيمة المبلغ الموجود في حسابك ما ينفعش يكون في حسابك 1000 جنيه وتعمل مشترات بـ 1100 جنيه او 1200 جنيه لا يا 1000 جنيه يا قال لازم يكون يساوي او اقل من المبلغ الموجود في حسابك الفرق التاني ما بين الحساب الجاري وحساب التوفير ان حساب التوفير بيحسب لك عائد يعني ونفرض مثلا ان انت فاتح حساب توفير في بنك مصر وحاطت فيه 100000 جنيه كل 3 شهور بتاخد عائد للمبلغ الموجود في حسابك وده على حسب قوانين كل بنك وشروطه لكن لو انت بقى فاتح حساب توفير في بنك مصر وحاطت فيه 1000 جنيه بس ففي الحالة دي مش يحسب لك عائد ليه لان شرطهم انه لازم يكون في حسابك مش اقل من 1500 جنيه عشان يحسب لك عائد وطبعا زي ما قلنا كل بنك وليه شروطه وليه نظامه والارباح دي طبعا بتبقى يا اما ارباح سنوية يا اما نصف سنوية يا اما ربع سنوية اللي هي كل 3 شهور طيب ايه افضل بنك اسكلم عليه ارباح النت او ارباح اليوتيوب او ارباح جوجل ادسنس تحديدا بناء على تجربتي لمدة سنة وبناء على تجربة العديد من الناس لمدة سنة يعتبر افضل بنك رقم واحد هو بنك الاسكندرية تاني بنك يعتبر بنك القاهرة تالت بنك بنك مصر وفي المرتبة الاخيرة البنك الاهلي بناء على ايه بقى احنا يعني حطينا الترتيب ده افضل بنك واسوأ بنك او في المرتبة الاخيرة اخر بنك بناء على مدة وصول الحوالة في حسابك البنكي او تسمع في حسابك البنكي وبناء على العمولة المقطعة او المخصومة من الحوالة المبعوطة لك بالنسبة البنك اسكندرية وبنك القاهرة ما بياخدش عمولة على الحوالات المرسلة لك من جوجل ادسنس ده بالاضافة الى ان الحوالات بتسمع فيه في وقت قصير جدا انما بنك مصر الحوالة بتسمع فيه بعد 48 ساعة تقريبا او يومين عمل وبتخصم منك من 5 دولار الى 20 دولار على حسب السوفت كود اللي انت حطه انما بقى البنك الاهلي فالحوالة ممكن توصل بعد اسبوعين الى 3 اسابيع وبتخصم منك تقريبا 23 دولار من الحوالة المرسلة لك طيب دلوقتي انا افتح حساب توفير ولا افتح حساب جاري الافضل ان انت تفتح حساب توفير لان حساب التوفير هيكون بالبطاقة الشخصية فقط انما الحساب الجاري غالبا هيطلب منك ان انت تكون موظف مكتوب في البطاقة تحتك موظف ويطلب منك مفردات مرتب انما الحساب التوفير هيطلب منك البطاقة الشخصية فقط سؤال تاني افتح حساب دولاري ولا افتح حساب بالجنيه المصري الافضل تفتح حساب بالجنيه المصري ليه لأنك لو فتحت حساب بالجنيه المصري هتاخذ معاها بطاقة خصم فوري تقدر تسحب بها الفلوس الموجودة في حسابك عن طريق مكينات الـ ATM إنما لو فتحت حساب دولاري ده ما بيطلعش معاها فيزا لأن مكينات الـ ATM مش بتطلع دولارات عشان تسحب الفلوس الموجودة في حسابك الدولاري لازم تروح فرع البنك علشان تصرف الفلوس فالنقطة دي هترجع لك انت لو انت عاود تستيل مصري عن طريق مكينات الـ ATM يبقى انت هتفتح حساب توفير بالجنيه المصري لنما انت لو عايز تستلم فلوسك دولارات يبقى هتفتح حساب دولاري وهتضطر كل مرة تروح الفرع علشان تصرف الفلوس بتاعتك وبتاخدها دولارات طيب لو انا فتحت حساب بالجنيه المصري هل هيستقبل دولارات اي وهيستقبل دولارات عادي وهيستقبل اي عملة اجنبية تانية لكن هتنزل في حسابك بالجنيه المصري يعني ونفرض مثلا جالك حوالة بايمة ميت دولار كده استقبل ايه استقبل دولاره لكن لما تسمع في حسابك هتسمع 1500 جنيه مصري او 1550 تقريبا على حسب سعر الدولار في الوقت ده طيب هل في مصاريف سنوية بتتخصم من حسابي ايوة كل بنك ولي نظامه يعني ونفرض مثلا بنك مصر بيخصم منك مصاريف سنوية كل تلت شهور 55 جنيه بالاضافة الى مصاريف سنوية اجمالية 50 جنيه يعني ممكن تقول في الاجمال كده تقريبا ميتين وخمسين جنيه في السنة ده من غير ما تستلم اي حوالات ومن غير اي تعاملات كده كده له مصاريف ربع سنوية بياخدها ومصاريف سنوية بياخدها كل تلت شهور 55 جنيه وكل سنة 50 جنيه اجمالا وكل بنك وليه نظامه وغالبا كل البنوك بتبقى في الرنج ده بياخدوا مصاريف ربع سنوية ومصاريف سنوية طيب هل مطلوب مني اخد معي اي فلوس وانا رايح هفتح الحساب اخد معك تقريبا ميت جنيه كحد ادنى علشان تحطها في الحساب بتاعك عشان لما يتخصم المصاريف الادارية اللي هي الربع سنوية يكون موجود فيه فلوس في الحساب بتاعك طيب اطلب ايه من الموظف بعد ما افتح الحساب هتطلب منه بديهي رقم الحساب طبعا هتطلب منه هتطلب منه الايبان بتاع رقم حسابك هتطلب منه اسم البنك باللغة الانجليزية هتطلب منه اسمك انت عندهم باللغة الانجليزية ان امكان طيب اخر حاجة معنا بقى في الفيديو حد بيشوف الفيديو بعد انتهاء فترة الشمون المالي وعايز يعرف تفاصيل اكتر عن فتح الحساب فتح الحساب بيختلف من بنك للتاني فيه بنك يقول لك الحد الادنى لفتح الحساب 1500 جنيه زي بنك مصر بنك تاني يقول لك الحد الادنى لفتح الحساب 5000 جنيه بنك تاني يقول لك 100 دولار بنك تالت يقول لك 200 500 دولار وكل بنك وليه نظامه وسياسة البنوك بتتغير من فترة للتانية فعشان كده انا لو قلت لك دلوقتي الحد الادنى لفتح الحساب في كل البنوك ممكن الشروط يتتغير وبعد كده لاقي واحد كاتب لي في التعليق الكلام ده مش بزبوط الكلام ده غلط لا الكلام ده بيبقى صح وكلام مزبوط في وقت نشر الفيديو لكن البنك هو اللي غير السياسة بتاعته وغير الشروط بتاعته عشان كده لو انت عايز تعرف الحد الادنى لفتح الحساب بعد انتهاء فترة الشمول المالي كل انت هتعمله هتجيب رقم خدمة عملاء البنك اللي انت عايز تفتح فيه حساب وهتكلمه هتقول للحد الادنى لفتح الحساب كام ويهي الاوراق المطلوبة لفتح الحساب اخر حاجة ما معنا انا دلوقتي عايز افتح حساب في بنك مصر مثلا هتفتح الحساب بالبطاقة الشخصية فقط هتاخد معاك اقل مبلغ 100 جنيه مثلا علشان تحطه في الحساب بتاعك مش مطلوب منك ان انت تكون موظف ولا مطلوب منك مفردات مرتب طيب بالنسبة لسؤال بقى ازاي استلم فلوسي الموجودة في البيبال على حساب البنكي الموضوع ده انا كنت عملت له فيديو منفصل هسيبك رابط الفيديو في الوصف اسفل الفيديو ده والحد كده انتهى الفيديو بتاعنا لو حد عنده اي سؤال او اي استفسار يسيب لي تعليق وانا ان شاء الله برد عليه السلام عليكم